السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي اليوم إن شاء الله نشرح منهج اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي نبدأ إن شاء الله من يونت 1 يونت 1 لسن 1 صفحة 6 صفحة 7 My family My family عائلتي اسمعوا أشر وقل للكلمات العائلية برادر برادر الأخ جراند ماذا الجدة قزن ابن العام أنكل عم أو خال سستر أخت جراند فذر الجد هنا عندي جراند فذر هنا أكتب جراند ماذا هنا جراند فذر هنا جراند ماذا فاذر ماذا أنكل آنت سستر مي برادر قزن هنا قزن زي ننتقل إلى صفحة 7 read about وسام's family يقول تقرأ عن عائلة وسام My name's وسام اسمي وسام I'm 12 أنا في 12 عمرات مع السنة I have sister and a brother يقول لدي أخت وأخ My sister's name is Dania أختي اسمها Dania She is older than me She is 13 إنها في 13 من عمرها My brother's name is Ammar اسم أخي Ammar He is younger than me He is 6 إنها أصغر مني يعني إنها أصغر مني وإنها في السنة السادسة يعني السنة السادسة عمرها He has just started school لقد بدأ المدرسة للتو I have two cousins يقول لدي أبناء العم باسم و هبة They are twins and they are some egg as I am وباسم و هبة هما تو أمان وهما في نفس عمري We live near to them in Baghdad ونحن نعيش في بغداد بالقرب من بغداد Ask and answer How old and how many اسأل وجاوب واستخدم How old and how many هنا عدي how old How old is Basim's sister هنا عدي how old نستخدم is هنا باسم sister هنا she is وهنا نقول he has وهنا how many cousins does Basim have هنا عدي let's check هنا عدي how old و how many نقول how old is وسام how old is how old is his sister how old is her brother how old is your brother he is شنقول حنا she is زين نقول how many how many brothers does how many sister does how many cousins does 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 he she will do you they say and I say he how she you this is 6 and 7 desse se one they see my im that spot the